من أسئلكم كأزواج يعني دي جاية من الأزواج المراتي يعني جاوبت على السؤال على الزوج أو جاوبت على الأزواج معنا حلقة مبارح هو السؤال هي أصلاً ما بقتش تحبني أنا أصلاً ما بقتش عجبها طيب تعالوا ناخد حتة حتة نفسصها عشان نشوف نعمل ايه أنا حبي دايماً نعمل ايه الخطوات نعودش بقى نعود نجيب ونعلم ونعدي محاضرات نعمل ايه نعمل ايه تعالوا نجاوب على النقطة دي يا كل شاب أنا ما أتكلمش الأزواج بقى دلوقتي يا كل شاب مقبل على الزواج يا كل شاب بيسمعني وكل زوج وكل ما هو مقبل على خطوبة ولا زواج والكلام تعالوا تعالوا عرفوا وعودوا اسمعوا وعرفوا ايه الحاجات اللي بتعجب البنات بصفة عما وايه الحاجات اللي المرأة فعلاً تشدها وتجذبها للراجل فيه أسباب كتيرة تخلي الست تعجب بالراجل خمس حاجات تقريباً أساسية فيه حاجات تانية كتيرة بس احنا جبت أول خمس حاجات أساسية اللي ماينفعشها أصلاً مبوش موجودين اللي تشدها وتخليها فعلاً تتجذب للراجل ده أول حاجة موضوع موضوع النظافة الشخصية نكنت اتكلمت في فيديو قبل كده شكراً كان مباشر برة تقريباً عن موضوع احتياجات البنات ونظافة البنات واني ماينفعش كبنتي وبقى كاسب وبقى الشباب وإحنا قيمت أهو مدركوا جيه موضوع ده مهم جداً للشباب وهتكلم على نقاط ممكن الزوج أو الولد يغفل عنها بس هي بتبقى يعني فعلاً متعبة للزوج سواء خارج البيت أو داخل البيت ريحتك لازم تكون حلوة ونظيفة ما انتش مبهدل ما انتش مش نظيف ريحتك مش حلوة لازم تهتم بكل أنواع النظافة في جميع عن حق الجسد حاول دايماً يبقى معاك عطر مزيل عرق حواليك في البيت في الشغل يبقى معاك رقم واحد رقم اتنين في النظافة دوافرك يا ابن دوافرك ونظافة الدوافر وقص الدوافر ده من السنة والله بلاش بقى الله يكرمكم الموضوع ان انا ايه أسيب ايد كده فيها دوافر بقص كله سيب دوافر طويل كده ما بيتقص مش عارفش عايز اقول لكم يعني انا مش عايز اوضح اكتر من كده الدوافر ده بيستعد يقولك مش عارفة بنقطع به ايه بنسلك به ايه بلاش بلاش نقول الحاجات المقززة دي تسمع مرة شباب بيقولولك بنفتح به علب اصول الهرش يا ده كلام يعني ده حاجة يعني متعبة للنفس او بننظف به ما عارفش يقوروا به ايه غلط غلط الحاجات توجه على البطن بجد وخلي بالك انت متعود على كده فالدنيا بتبقى ما فبتبقى قداما لانك خلاص ارتعت او او سرحان او كده تبص تلاقي الضفرش غلط غلط تمامي بلاش الكلام ده تالت حاجة من السنن وسنن الفطرة نطف القبط ما سمعش بقى واحد يقول لي ايه لا 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 متجروش وراء المودة الكذابة اللي هقولكو عليها دي اصلي النجم وفلان الفلاني وعلان العلاني سايب شعر مش عارفة باطع علشان دي من رجول اقسم بالله ما لها علاقة بالرجولة خالص ده من السنة انك تشيله يقولك لا لا ده بيحط عليه بقى ريحة وخلي ريحته والله لو حط عليك بقى ريحة انت هين غلاص كفال فطر والحاجات العارفة الموجودة مهما حطيت من برفنات يبقى دي تالت حاجة رابح حاجة غاسل الرجل يعني خليكو ده احنا عندنا خمس يعني خمس وضوءات في اليوم خمس مرات انت بتتوضى في اليوم ما تجيش تطلع على السرير برجلك مش نضيفة ورحتها مش او الكنبة يتسدي عادة على الانتريه ولا قاعد مش عارفة فين وريحة رجلك لا مش ضريف لا والشراب تيجي ترمي تقلع من بره ورامج الشراب في نص الشقة ونص الحاجة كده قل لها شيليه وزوجة جاء يا مرة غضبانة والمشكلة اصلا عشان تشيل الشراب تقولك برجع هي اصلا هيغم عليها من الريحة لا غلط دلوقتي فيه بودرة وفيه لسيون وفيه حاجات وفيه لوشن بيتحط وبيتحط وفي قلب الحزاء وفي قلب جاء عشان حتى لو رحت مشوار طويل وانت راجع يبقى ريحتك حلوة ورحة الحزاء مقبولة وتلاقي الدنيا بقت تمام متبقاش الأمر ده ربح حاجة ربح حاجة شعرك يعني على الأقل غسيل الشعر وتنظيفه والكلام لو هتطوله يبقى كرمه وسرحه وتفقد نظفته وهت حاجات اللسون والدهانات بتاعت الحشرات عشان أدام طوله ده لو اتعرض لحشرات يعني وده مش عيب ان احنا نقول كده انت عايز تطوله وماشي وتعمله يبقى كرم ان كان له شعر فليو كرم سرحه ودهانه وعمله ونظفه وما تسيبوش مش عشع كده ولا سيبوه بدون كده والحشرات سرحة فيه والقشرة نازل عمال لا 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 ده مش من النظافة النظافة عند الرجال شيء مهم جدا وزي ما بننصح الزوجات اعتني بنفسك وشكلك ورحتك وعملي وكذا وكذا انت كمان تعمل كده والطبق بقى ما اقول سيدنا ابن عباس عبدالله ابن عباس انا احب ان اتزين لك احب هي ان تتزين لي كمان نقطة الخامسة في موضوع النظافة الاستحمام الشاور اليوم يعني على الاقل يعني تغيير الملابس بتاعت العرق دي مهمة جدا مش جاي باللبس بالعرق بالمزيتة بقعد باكل ما غسلتش ايدي ما عرفش بتعمل ايه لا يا جماعة مش كده غير الملابس بتاعتك وتبقى رحتها وشكلها واعد يعني واعد غير واخسل حالك وتوضى ونظف حالك وسرح شعرك واخد الشاور وانت جاي بدل عرق برا والتلزيق بتاع الرطوبة واعد كل على الصفرة وانت شكلك حلو وهدومك حلو ورحتك حلو ومهندب الهدومك ذات نفسيها اللي انت لابس موضوع بتاع انباري حلبسوا مين قال كده بس لا وانت هتتعود على كده وحيقولك لما عنديه الزوجة لا ليه عرفها الرسول والسلام كان يجا الداخل عليه الصحاب بيقوله جديدا بل غسيلا من نظفته حكره جديد من نظفته ومن شياكته ما منقولش حاجة عالية وفلو لا لا البساطة ولكده بس حاجة نظيفة اخر حاجة اوصيكو بيها في موضوع النظافة ده سنانك ينقوكو سواب لا 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 ما فيهاش جدال السنان ده ما فيهاش أصلا سنانكو اغسل سنانك يا بني يا جماعة كل اكل ومعجونك اغسل سنانك يعني فيه ريحة البقق وحش أشوف يبقى فيه درس مسوس فيه حاجة فيه عصب روح صلح لان لو فيه حاجة مسوسها وحاجة كذا هتبقى ريحة البقق من الظريفة وتيجي تتكلم يبقى الريحة مش حلو مش صح عندك بقى القرونفل تحطه وتعالج الدنيا ديت ودايما غسل سنانك مش بتيجي تتحك كده فبوائي الأكس ده منظر مش حلو تماما تماما الملايكة بتتأذى لو واحد بيصلي وفيما بين أسنانه وكذا لا غل ليه كده والنبع السلام موسط أصلا لو لأن أشق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ده دليل اني لازم تبقى أسنانك نظيفة وريحة بقى خلوا بالكم أنا زي أمكم فاسمع مني